انتظار الجمعية العامة الاستثنائية في السادس من الشهر القادم سيكون ضروري لمجلس الادارة الجديد في المستقبل لاتخاذ قرار بشأن مصير المدرب ميلود حمدي الذي فاز في لقاء واحد فقط من سبع مباريات من الدوري وكان ضده لاشرغو ملعيد البعض من مسؤولي الفريق اردوا تغيير المدرب في نهاية مرحلة الذهب منذ ان خسر حمدي مبارياته الثلاثة الاولى في البطولة ولكن يجب على الادارة حاليا ان تنتظر موافقة موبليس للقيام بذلك وسيقوم ميلود حمدي بتدريب الفريق من المدرجات في تونس وسيدرب الفريق خلال المباراة المتأخرة ضد اتحاد العاصمة يوم الخامس من الشهر القادم ما لم يقرر المساهم الاكبر انهاء مهمه قبل عقد الجمعية العامة لم يعد بعد المهاجم البوسني سامير سمايلاجيتش الى مدينة تيزيوزو علاوة على ذلك فهو غائب عن التدريب والمسؤولين لم يذكروا اي شيء عن عودته حيث سافر الى البوسنا لتقديم طلب الحصول على تأشيرة اقامة طويلة من اجل تسوية وضعه في الجزائر لكنه لم يعود بعد كما يخاطر بتفويت المباراة المؤجلة ضد اتحاد العاصمة لانه لم يتدرب مع المجموعة لعدة ايام كانت كل الامل معلقة عليه لكنه لم يظهر الكثير في اول مبارتين له ضد شلغوم العيد ونادي باردو على التوالي لقد مر ما يقرب من عشرون يوما منذ مغادرته الى البوسنا وهذا سيجعل وظيفته اكثر صعوبة وعلى الرغم انه غير معنية بمباريات دوري ابطال افريقيا بسبب عدم تأهيله لكن سيتعين عليه العودة للمجموعة باسرع ما يمكن للعودة الى العمل من اجل التحذير لمباريات البطولة الوطنية وتحسبا لمباراة اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي سيسافر وفد شبيبة القبائل الى تونس رسميا يوم الخميس سبعا وعشرون من الشهر الحالي قبل يومين من المباراة وعلى عكس الرحلات السابقة الى افريقيا حيث قامت الادارة باستئجار رحلات خاصة من شركة الخطوط الجوية الجزائرية لكن هذه المرة سيسافر وفد شبيبة القبائل الى تونس على متن رحلة عادية هذا نظرا لان الرحلة ليست بعيدة وليس من المفيد انفاق مبالغ كبيرة من اجل ذهابي الى تونس في رحلة خاصة اشتركوا في القناة